مبارح كنت تكلمتكم في فكرة الجمعية العمومية الغير عادية اللي دع عليها عدد من أندية دوري الدرجة التانية عشان يلقوا قرار اتحاد الكرة الخاص بتطبيق النسخة الجديدة من دوري المحترفين بدأتها من الموسم الموج الدوري اللي احنا اشتغلنا عليه بقالنا وقرار ده اعتقد نصادر يمكن من قبل الموسم ما يبدأ بنتكلم في فكرة انه يبقى بدل ما يتقسم او بدل من نظام المعمول بي اللي بتقسم فيه الأندية اللي بتشارك في دوري الدرجة التانية حسب البعد الجغرافي صعيد واجه بحري قناة انه يبقى دوري من مجموعة واحدة في 18 نادي واتكلمنا وقلنا وحددنا من بداية الموسم ازاي هيتم الوصول بالعدد ل18 الهبطين من دوري الممتاز مع المتصدرين اول اربع مراكز اعتقد من 3 مجموعات ثم دورة تصفية بين اصحاب المركز الخامس والسادس حاجة كده يعني عشان توصل في النهاية لكولكشن او كوكتيل من 18 نادي يبدأوا الدوري الدرجة التانية المحترفين في شكله الجديد واعلننا او اعلى اتحاد الكرة على فكرة الدعم وفكرة الرعاية وهي الاخر مبارح كان فيه جامعية عمومية غير عادية حصلت فيه اتحاد الكرة بداية طبعا لم يكتمل النصاب القانوني في الجلسة الاولى كان مفترض ان يحضر 50% من اعضاء الجامعية العمومية وده اللي ما حصلش وبدأت الجلسة التانية في الساعة واحدة الدهر وحضرها 37 نادي من اصل 124 نادي ليوم حق التصويت عشان يكتمل في الجلسة التانية النصاب القانوني بيبقى 25% وتم التصويت بالفعل من قبل 36 نادي بعد اعتذار نادي دي كيرنس عن عدم التصويت وكلهم 36 نادي او 36 صوت قرروا او صوتوا على الغاء دوري المحترفين في الشكل الجديد اللي طرحوا اتحاد الكرة قرار الجامعية العمومية اللي صدر مبارح هو عكس قرار اتحاد الكرة بتطبيق النظام الجديد وده اللي اعتقد هيسبب مشكلة وهنخش في حالة نزاع وجدل قانوني مش عارفين ممكن يوصلنا ليه لكن هو السؤال ليه من الاول يعني ليه من ساعة ما تم الاعلان عن النظام الجديد وليه رغم انه في حدود معلوماتي يعني انه اتحاد الكرة قبل ما يقرر تطبيق النظام الجديد تم التواصل رسميا مع الاندية واعتقد اكتر من خمسين في المية من الاندية اللي بتلعب في دوري الدرجة التانية او في اندية الجامعية العمومية اقرت بقابلها للنظام الجديد السؤال ليه بعد ما الموسم خلص وبعد ما النتائج اعلنت وبعد تأهل من تأهل المشاركة في النسخة الجديدة يتم الاعلان عن رفض ده ويتم الدعوة لعقد الجامعية العمومية واللي انا شرحته في حدود المنطق البسيط مبارح وقلت انه اي نادي في الدنيا بيلعب في الدرجة الرابعة حلمه في يوم الايام انه بيوصل للمشاركة فيه الدوري الممتاز طب طبيعي اذا كانت فيه اسباب بتمنع في الاندية دي من المشاركة في دوري المحترفين دوري الدرجة التانية بشكله الجديد اللي هو شبه بطولة دوري الدرجة الاولى او دوري الممتاز المصري طب الناس دي بتلعب كورالين الناس دي حدفها وطموحها ايه القصة فيها تفاصيل كتير جدا واعتقد انه يمكن كابتن عادل طايمة النهاردة كمان يكون عنده رأي مهم جدا في كيفية الخروج من الديلامة او من الازمة دي الموضوع معلق مبهم لكن السؤال ايه هي الاليات او الكيفية اللي هيتم بيها تسويق بطولة دي في ظل حالة التخبط والضبابية واحنا على وشك او على بعد ايام من بداية الموسم اللي جاي